مهمة ديبلوماسية روسية لكسب العقول والقلوب خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا جولة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأخذه إلى عواصم عربية وإفريقية تشمل جولة لافروف التي يبدأها الأحد بزيارة مصر كلان من إثيوبيا وأوغندا والكونغو في القاهرة من المقرر أن يلتقي لافروف الأمين العام لجامعة الدول العربية ويلقي خطاباً أمام مجلس الجامعة على مستوى المندبين وأحدد لافروف المحاور الرئيسية التي يسعى للتأكيد عليها خلال جولته في مقال نشرته عدة صحف إفريقية ركز المقال على الروابط المشتركة التي تجمع روسيا بالدول العربية وإفريقيا وذكر بإسهام روسيا في عملية التحرر الوطني والتنمية في تلك الدول وشدد لافروف على التزام موسكو بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها في المقابل انتقد ما قال إنه محاولة الولايات المتحدة والغرب فرض نظام أحادي القطب وأكد لافروف رغبة روسيا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية وأشار إلى أن العمل بدأ في الأعداد للقمة الروسية الإفريقية الثانية العام المقبل تطرق المقال إلى أهمية ضمان الأمن الغذائي نافيا لافروف مسؤولية بلاده عن الأزمة الغذائية التي تعاني منها العديد من دول القرى بسبب أزمة أوكرانيا وألقى لافروف بالمسؤولية على الولايات المتحدة والدول الغربية بسبب العقوبات التي فرضتها على روسيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعد الدول الإفريقية من بين الأكثر تضررا من أزمة الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الحبوب ونقص الكميات المعروضة منها في السوق العالمي وتأتي جولة لافروف عقب القمة الثلاثية التي جمعت قادة روسيا وإيران وتركيا في طهران وهو ما يعكس رغبة موسكو في بناء تحالفات وعلاقات لكسر محاولات تطويقها التي تقوم بها الدول الغربية شكرا